وعن يسعدنا معنا الفائزة الدكتورة أمل السيف واللي ما أخذ المركز الأول في تحدي أبشر مؤسسة جمعية تواصل للتقنيات المساعدة الذوي الإعاقة حياك الله دكتورة ألف مبروك الله يبارك فيك حياك الله الله شكرا جزيلا عن الإستافة حياك الله إحنا سعيدين فيك وحرصنا صراح أنك تكونين موجودة معنا لأنه همنا نعرف كثير عن المشروع أو خلينا نقول الفكرة اللي شاركتوا فيها في تحدي أبشر ممتاز خلينا نبدأ من أول يعني صراحة لما أطلقت تحدي أبشر أطلقوا الإعلان عن دعوة الأفراد ويعني باقي المجتمع المشاركة في اقتراح ابتكارات وحلول لأي مشاكل يواجهونها في المجتمع حنا في جمعية تواصل وصلتنا هذه الدعوة فخذنا نبحث ما هي المشاكل اللي تواجه ذوي الإعاقة واكتشفنا أن الصم هم أكثر ناس وجههم مشكلة مع الخدمات الإلكترونية المتكاملة تقدمها يعني منصة أبشر لجميع الناس فركزنا على هذا الفئة اللي هي فئة الصم ودرسنا جميع المحاور التي تعني الصم ووجدنا أنهم هم يحتاجون دائما إلى مترجم لاستفادة من خدمات أبشر الإلكترونية فاقترحنا حل تقني وهو استخدام الذكاء الصناعي في تسهيل التواصل بين الصم وخدمة العملاء من غير الحاجة لوجود مترجم يفهم ويعرف لغة الإشارة في أي خدمة يحتاجونها وكان هذا هو الحل الذي يعني حاز على المركز الأول وكان يعني الفريق صراحة متكامل بعضهم من جمعية التواصل بعضهم من خارج الجمعية مثلا أنا أمل السيف أنا قائد الفريق في عندنا رغد سميري في نجلة السبتي في ومش تخصصاتكم الفريق كامل الأعضاء اللي فيه خمسة تخصصنا علوم حاسب وذكاء الصناعي يعني صح يعني تخصوا بدقيق والسادس هو مترجم لغة الإشارة الأستاذ القدير أحمد الفهيد جميلة هذه كانت أول مشارقة لكم في تحدي أبشر نعم صراحة يعني هذه صراحة يعني كان عندنا عدة أفكار ركزنا على هذه الفكرة لأهميتها وأنها تسهل حياة الصم في التعامل مع الخدمات الإلكترونية في أبشر طيب أبغاك يعني توضحيني المراحل اللي دخلتوا فيها فكرة طرح المشروع مرحلة التقييم مرحلة مقابلة اللجنة الترجيح أبغاكم تكلموني لأني حسب ما أعرف أن أتوقع أن الموضوع أخذ وقت طويل يمكن ستة شهور نعم قيبا أكثر من ستة شهور من يوم قدمنا إلينا يعني الحمد لله وصلنا للمرحلة النهائية التقديم يعني أنا شاركت في كثير مسابقات وكثير يعني مناسبات لكن تحدي أبشر فيه ميزة جدا مميزة صراحة محببة إلى قلبي يعني صراحة تجربة كانت ثرية بكل المقاييس ترجمة نانسي قنقر